وإلى يني شفق التركية أكار العملية التركية في سوريا لا تشكل تهديدا لأحد قال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار الجمعة إن العملية العسكرية التركية في سوريا لا تشكل تهديدا لأحد جاء ذلك في تصريح صحفي أدل به خلال مشاركته في فعالية حزبية بولاية جنق قلعة شمالي غربي البلاد ودعا أكار روسيا والولايات المتحدة وبقية الحلفاء للوفاء بالتعهدات التي قدموها لتركيا أضاف عملية الجيش التركي لا تشكل أي تهديد وهدفنا الوحيد هو حماية حقوق بلادنا وشعبنا في إطار القواعد القائمة وأردف لذلك نستعد للقيام بكل ما يجب القيام به عندما يحين الزمان والمكان المناسبين ستقوم القوات المسلحة التركية بما يقع على عاتقها ودعا أكار دول حليفة لبلاده لقطع علاقتها بالإرهابيين ووقف دعمهم والتخلي عنهم ووجه أكار كلامه لتلك الدول قائلا ترك حليفتكم يمكنكم التعاون معها ونذكر حلفاءنا بأن الجيش التركي هو الأساس الذي يمكنكم الاعتماد عليه في مكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر